اللي قدموا وانقبلوا وطلع بعدين قال لك أنا ما مقتنع مقتنعوا يقول لك أنا يريد اعترض من جديد هل من الممكن أن يفتح باب الاعترض من جديد ويعترف؟ الطالب الذي ظهر له قبول ضمن السياقات الأصولية والتنافس الذي وفرته منظومة القبول المركزي في هذه الحالة أنه القبول هو لم يحقق طموحه يعني وإنما المعترض هو يعترب على وجود خلل أو خطأ في إجراءات القبول المركزي لكن نسبة الخطأ في منظومة القبول المركزي هي صفر لا يوجد خطأ للمعادلة أرقام وبرامج الطالب الذي قبوله لم يحقق هذا الطموح الذي يرغب به أو ترغب به عائلته هناك خيار إضافي يطلق لاحقاً هو استمارة تعديل الترشيح يعني الطالب بعد أن هس عرف حدود الدنيا وين توزعت القبولات معدلة أو الذي يشابه المعدل مالته أين قبل وين بالعلوم بالهندسة بالزراعة وهو يرى أن المعدلة ممكن أن يلتحق بتلك التخصصات سيتاح له التقديم ضمن استمارة التعديل الترشيح وسيقدم على عشر خيارات من ضمنها التي يعني نفس معدلاً قبل في بعض التخصصات لكن دواماً سيكون العام المقبل وهو يشمل فئة الذين يؤجلون في هذه المرحلة أو يرسبون في المرحلة الأولى سيتاح لهم هذا الخيار اشتركوا في القناة